من رامالله ينضم إلينا مراسل الغد وضياء حشية ضياء تفاصيل أكثر حول عملية الهدم ومصير العائلة والعائلات في المنازل المجاورة سينار فعليا العائلة فعليا شردت هي تسكن في بيت لأحد الأقرباء لكن هنا ما حصل عند ساعات ما بعد منتصف الليل قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة ترمصعية بالقرب من مدينة رامالله وبعد ذلك شرعت بمحاصرة هذا المكان وضعت متفجرات وقامت بتفجير المنزل لقرابة ثلاثة إلى أربعة ساعات وهي تضع هذه المتفجرات في هذا المنزل وهذه الفيل على وجه التحديد التي تعود لعائلة الشلبي ويملكها منتصر الشلبي المتهم بتنفيذ عملية إطلاق نار أسفرت في منطقة حاجز زعترة عن مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين المرة الأولى من التفجير لم تنجح فيها سلطات الاحتلال بهدم هذا المنزل لكنها أعادت وضع كمية كبيرة من المتفجرات مرة أخرى وبعد ذلك أصبح هذا المنزل أثرا بعد عين كما نلاحظ بأن هذا المنزل هدم بصورة كاملة قبل قليل السفارة الأمريكية في مدينة القدس أصدرت بيانا أدانت فيه عملية هدم هذا المنزل لأن منتصر شلبي يحمل الجنسية الأمريكية وكان هناك يوم أمس مباحثات لدى المستويات الإسرائيلية بأنه يجب تأجيل عملية هدم هذا المنزل على وجه التحديد حتى لا تحدث أزمة بين إسرائيل والإدارة الأمريكية لذلك ما يحدث الآن هو أن هذا المنزل هدم بصورة كاملة ولم تلتفت إسرائيل إلى أي انتقادات بطبيعة الحال نحن نتحدث عن عملية وقعت قبل حوالي شهرين اتهم منتصر شلبي بتنفيذها أسفر ذلك عن إطلاق نار وأصيب منتصر شلبي وبعد ذلك حاول الاختباء حسب المصادر الإسرائيلية لكنه بعد مضي أيام تم اعتقاله في منطقة قريبة من بلدة سلواد حسب ما قال الإعلام الإسرائيلي بطبيعة الحال أيضا حوالي الاتصال بأفراد الأسرة الذين هم متعبين ومنهكين وغاضبين وحزينين للغاية لأنه منتصر فعليا حتى الآن داخل السجون الإسرائيلية لم يتم الحكم عليه منذ حوالي شهرين لم يصدر أي حكم إسرائيلي تجاه منتصر ولكن اتخذ القرار رغم أن العائلة قدمت استئنافا إلى المحكمة بعدم هدم هذا المنزل لأنه يأوي سبعة من أفراد العائلة وسبعة من الأطفال على وجه التحديد أيضا جزء منهم من الأطفال وبعد ذلك السلطات الإسرائيلية لم تلتفت إذا هذا القرار الحاكم العسكري الإسرائيلي أصدر قرار وقام بهدم هذا المنزل رغم كل النداءات ورغم كل أيضا المؤسسات الحقوقية التي رفعت التماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية تطالبها بوقف هدم هذا المنزل وعدم اللجوء إلى هدم هذا المنزل لكن العائلة عائلة الشلبي كانت أفرغت المنزل بصورة كاملة قبل عملية الهدم ولكن تم هدم المنزل في نهاية المطار مرسل الغد من رمالة ضياحوشية شكرا لك